انا عايز سؤال بقى يعني غالبا. انا عايز ايش رحالي يعني. كل السيدات عايبوا عايزين يسألوا هزا السؤال الجميل. قل لي. بما انك دكتورة. قل لي يا فهلا. ما هو علاقة الاكتئاب بالاكل? علاقة قوية جدا. ليه? تقريبا اصلا ما حدش بيدخن. اه لا ده حقيق جدا. ما حدش اصلا بيدخن الا لو في حاجة مضايقات يا معصباء يا انكشس يا الان بسهب حاجة فبيضطر يطلعها في الاكل. يا اما فاضي. يعني لازم بقى في احساس. ده في حاجة كميائية بتيسبب ده? ايه نفسية. لا مش كميائية. احنا بنحب نقول كميائية عشان تبقى ان هي بر خالص. لا هي يعني نفسية كده. عجلة كده نفسية. انا بتضايق زهقان. ولازم على فكرة يكون اقعد فاضي. صعبة قوي تعملها وانت مشغول. طب ليه مش في ناس بتاكل كتير لما بتبقى مضغوطة قوي. ايه العلاقة اصلا. انا متضايق مش انا لسه اقيل لك الاكل طريقة مش صحية للتعامل مع المشاعر. فانا متضايق او زهقان او عندي ايه حاجة من المشاعر اللي هنقول عسه الباية. حاجة انا مش عايز احسها. ايه اسهل حاجة افورغ فيها ده? الاكل. لانه كمان متوفر طول الوقت ولانه بيدي لك البلاجر اللي في ثانية. فهي. انت وانت بتاكل الشوكولاتي بتطبطب عليك في ساعتها. جال الجيم مسلا. يعني ممكن تحس انك احسن بس بعد شوية. فهي هي مجرد ان هي حالة ملل. فزي ما تقولين ده عادة ان الناس تبقى زي انا فبيبقى عايز يعمل حاجة. بالزبط. والحاجة السهل على قدامه. ايه بس هو يعني هل الاكل بيعمل حاجة في جسمي? اه هو ده اصدق في الكميائي. ايه ايه طبعا. هو مكتئب باكل. بتتبس? ببقى ايه مش ببس ايه تمام. زي ما انت قلت حد بيطبطب علي. اه لها طبعا. فجأة حسيت كده حتة حضناني من ورا كده وقعادة معايا بنتفرج على فيلم. ليه? فيه حاجة كمية. في حاجة بتحصل بتخليه. مش في البطن في الدماغ. طالما حاجة بساطية تبقى هتحصل في دماغك. في دلوقتي اصلا دراسات كثيرة قوي بتقول لك بقى الفرق من السكر والكوكاين. مسلا. اه. في الادمان. اه. والسكر طلع اكتر. مسلا. فهم ليهم النشوية المخففة. تعارفين ان فيه ناس لا تعنيها السكر في ايه حاجة. مسلا المعجنات والمغبوزات والمكرونات والحاجات دي. اه. دي سمعنا شوية مخففة. ريفاين كوربز. دي في دلوقتي فيه بيبرز بتقول انها تأثيرها على المخ. زيها زي الحاجات اللي بتانديوز بقى زي الدروجز وزي الحاجات اللي بتانديوز بلاجر. بساعتها. فآه هي بتعمل فعلا حاجة كيميائية تخليك تطبس. انترسلينج. وإلا على فكرة ما كانتش بقى تخلي بالك ان دي حاجة منتشرة في ناس كتيرة حول العالم. فده برضو هنرجع النقطة الاساسية ان احنا تقريبا كلنا عندنا نفس البيل. نفس البيل. اه. فهو. فهو. فهو السكر الحاجة اللي بيعملها تانية غير ان هو عشان نمللوا كلام ده كله. احنا لما بنكل سكر كتير زي ما انت بتقولي ان هو بيخليكي بيشغل حاجات في مخك بيخليكي مبسوطة. كيميائيا. اللي هي دوبامين. دوبامين اه. زي زي بقية الحاجات الادمين. زي مسلا. والسكر موجود في كل حاجة. في كل الاكل. تقريبا. ما حاجش تقريبا بيبنجي على الحاجة ما فيهاش سكر. بالزبط. يعني غالبا هتروح سكر او على فكرة حاجات فيها بيبنجي. يعني مش هتاكل حاجة بالكيلو الا فيها سكر. بص انت قلت ايه? بس الايه? هتبقى غالبا شوكالاتية. هتبقى كده. او ايه بقى الشيبسي وحاجات دي? هتبقى نشوائت بس لازم اعلادهم. عشان تعرف تبقى نشوائت يعني عملت بطاطس مسلوقة مسلا بقدمات ايه لقى? تبقى ايه هايب هلاتابل? انت بتقولي ايه يا وعد. والله هشرح لك يا باسل. عليكي شوية كلام يا جدع. يا باسل هشرح لك انت متسرع جدا. عسنان دخلت كل الطب. اه. اسنان. هايب هايب هلاتابل. يعني حاجة سهلة البلع. عارفة ما تبدأ تفتح في حاجة. تقولي حاجة سهلة البلع. والله لسه هشرح. او عملي كده. يا امسل يعني. امسل يا باسل انا. مبعروفش اسو. فا اه لو حاجة فيها نشوائت بس. هيبقى دمات قيل مش تعرف تبلعها بسهولة. مش تعرف تكن منها كتير. زي ما بقى شرحت لك بمسال البطاطس المسلوقة. رخمة. لو سيحت على البطاطس المسلوقة جبنة. هتبقى حلو قابل. صح? ستكن منها كتير قوي. اه وحط عليها سوس. اي حاجة بقى. اي حاجة تخليه. دهون وآآ. ما فيش سوس ما فيهوش سكر وزيت على بعض. بس. يبقى عشان اكل من حاجة كتير لازم اقفية انا شوائت ودهون على بعض. او سكر. ريال يا اولد اللزينة في ايه. متجعد? انا مش هادة في خالص. انا هادة في العكس. تماما. نعم. بس اتنجي معا بالعكس. شايف بطاطس بنازل عليها كده. انا ام اجيب سيرة اكل بيسرح اساسي. فهو كل الحاجات اللي انت بتتكلمي فيها دي ازاي واحد يبقى ام صحيا كويس. وهيتبع وزنك. اوكي. انا دايما بقول. يعني قسان ده كده حاجة هتتبع. بمزاجي اطلاقه. بيبقى الاكل الصحي والاكل الطريقة والصيوم وكده.